بسم الله توكننا على الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليكم جميعا عنوان درسنا بإذن الله مداخل الشيطان سبل لأمراض القلوب الحمد لله الذي تتحير دون إدراك جلاله القلوب والخواطر غفار الدنوب ستار العيوب والصلاة والسلام على سيدنا محمد وبعد خلق الله القلوب وجعلها محلا لمعرفته ومحبته فهي العالمة بربها العاملة لربها بالقلب نسير إلى الله ولكن من يعرقل هذه المسيرة إنه العدو المبين الشيطان الرجيم والله سبحانه وتعالى حذرنا في سورة البقرة قائلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تتبعوا قطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فالشيطان هو العدو المبين يجري منا مجرى الدم بأسالبه ومداخله بها يقضف الشر في القلوب فتقدع ليله ومريضه فهو يسعى أن يكفر الإنسان أو يسلكه على الشرك فإن لم يفلح سلك مدخلا آخرا وهو كبائر من بعدها الصغائر ولما يستمر الإنسان في فعل الصغائر تصبح كبائر فتحجب القلوب عن الله هذه المداخل هي سبل لأمراض القلب فقد أوقع أبان عليه السلام في العسيان وأخرجه من الجنة وأعلن عداوته التي لا زالت مستمرة في دريته إلى يوم القيامة هكذا نشأ الصراع بين الخير والشر ابتدأ في الجنة واستمر في الأرض والله سبحانه جعل لكل إنسان قريرا من الشياطين وعن نبينا عليه السلام قال ما منكم من حد إلا وقد وكل به قرير من الجن قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي إلى أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير رواه مسلم أحبة في الله الشيطان حريص في دعوته غايته علة القلوب وسقامها يتدرج في دعوته بمسالك مختلفة وبذكاء فتراه يدخل على العالم من باب علمه وعلى الجاهل من باب جهله وعلى الغني من باب ماله وعلى الفقير من باب فاقته إلى ذلك فيزرع في القلوب ما تهفو إليه النفوس وتميل إليه الشهوات المضلة فيغري طارة بالعداوة وطارة بالحقد والبغضاء وطارة بالغضب فلا يملك المرء نفسه وقد سئل حاكيم كيف يملك الإنسان نفسه قال لا تدله شهوة ولا يصرعه غضب فهو الذي يشغل العقول بالمحرمات والعياذ بالله وإن لم ينجح يغريها بالمباحات فتسقط في مرض الغفلة ويغرين بالنعم فيقدف في القلب مرض حب المال فتراه طارة يدخل ويخاف الفقرة وطارة يبدل فيصبح من إخوان الشياطين وكم يجهد المالعون ليفسد بين الناس وخاصة دوي الراحم بالكلمة القاسية والمعاملة السيئة فإذا بجو المحبة والودي والوفاق يتبدل إلى الشتات وتفرقه وقطيعه ها هي حبائل الشيطان تحبك وتحاك ومن أعظم طرائقه العصيان والغرور والاغترار بالدنيا وتفضيله على الآخرة ومن أعظم مداخله الحسد به لعنة والحرص به طرد من الجنة ويقول سبحانه وتعالى في صورة الأعراف لأقعدن لهم صراطك المستقيم أي لأصدنهم عن هذا الصراط الذي يوصلهم إلى سعادة الدنيا والآخرة همه أن يجعل القلوب في غمرة وعليها ران وكما فسر الطبر أي ليس للقلب تعقل صحيح يفرق به بين الحسن والقبيح فتصبح القلوب منكرة مستكبرة عن طاعة الله فلا تقبل الوعظة ولا الإرشاد فيحولها إلى مسلك آخر وهو لشمئ زاد وشمأزة القلوب أي امتلأت حرجا وكرها وانقباضا وابتعدت عن خالقها فارتابت فينقلب الإنسان بقلبه مريضا عبوسا حزينا كئيبا فيفقد قوته الباصرة فتتوال عليه الدنوب والمعاصي والعياذ بالله فيحجب القلب عن النور الرباني الإيماني قال فعال فإنها لا تعمل بصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور صورة الحج وهو يتوعدنا لأحسن كن ذريثه إلا قليلا في صورة الإسراء أي لألجمنهم لجاما على العقل فلا يعرف الحق وعصابة على الأعين فلا ترى إلا المنكر والفحشاء هذه مداخل تنشر الانحلاث فتغتصب الحقوق وتشتد القسابة فلا رحمة ولا حنان ثم نختم ما هو المخرش وما هو العلاج ونختم بقوله تعالى فإن الذين التقوذ مسهم طائف من الشيطان فذكروا فإذا هم مباصرون في صورة الأعراف فلا تشكيك ولا تخويف ولا تسويف ولا مبالغة ولا تقصير فلنتذكر فكم من معصية بسببه ضاعت فضيلة وأوقعتنا في رديلة فنكست رأسا وأعقبت دلا فلنتذكر كذلك وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلومون ولوموا أنفسكم صورة إبراهيم هكذا يتبرأ الشيطان من أتباعه ويتخلى عن حزبه فهم الخاسرون فحذار أن نكون منهم العياذ بالله فكيف بنا إذا تضاعفت الحصرات يوم القيامة وتوالت المصائب فأين المصير فلنبادر بتوبة كتوبة أبينا آدم عليه السلام بالإنابة إلى مولانا وبالمجاهدة ويقول الإمام البصري رحمه الله وخالف النفس والشيطان وعصهما وإن هما محضك النصح فاتهمي فلا سلطان للشيطان على النفس المجاهدة الزكية بهداية الكتاب والسنة اللهم عصم قلوبنا من مكايد الشيطان والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله السلام عليكم